السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية طالباتي الجميلة طالبات الصف السادس ان شاء الله اليوم موضوعنا رح يتحدث عن درس جديد عن صيام التطوع بس قبل هيك بدي اياكم نستذكر مع بعض الاشهر الهجرية او الاشهر القمرية انا وضعتلك اياها في اعلى الصفحة اللي هي محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني جماد الاولى جماد الثاني او الاخرة وعنا رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة الان موضوع درسنا يتحدث عن صيام التطوع انتو بتعرفوا انه الصيام يخص شهر رمضان هيك انتو بتعرفوا فبالتالي كلمة صيام هي الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس الان في العنوان ايضا كلمة تطوع انتو بتسمعوا كثير مثلا بيخطر ببالكم اعمال تطوعية عمل تطوعي تطوع هو عمل خير هذا العمل الخير بيكون زائد عن الاشي اللي الله فرضه واوجبه علينا احنا بنعمل هذا الاشي التطوعي حتى نكسب الاجر والثواب من الله حتى نتقرب اليه الان في افكر السؤال في اي شهر يجب ان يصوم المسلم انتو بتعرفوا يجب من كلمة يجب يعني واجب على المسلم ان يصوم في شهر رمضان الان قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان افضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما من خلال هذا الحديث هل توجد ايام يستحب ان يصومها المسلم زيادة عن شهر رمضان نعم اذا هذه الاشياء المستحبة والزيادة عن شهر رمضان من خلال العنوان رح تحكو لي هي صيام التطوع والان من خلال هذا الدرس رح نشوف شيء الايام التي يستحب الصيام بها ولكن قبل ذلك في سؤال عللي توجد ايام اخرى حثنا رسول الله رسول الكريم على صيامها تطوعا ليش لماذا حتى زي ما حكت لكم طلبا لرضى الله تقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا الصوم التطوع قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ان لهذا الصائم اللي بصوم صيام التطوع انه في سبيل الله اي في طاعة الله له اجر من خلال الحديث يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا اي سبعين سنة الله سبحانه وتعالى ينجي هذا الانسان اللي بصوم تطوعا من عذاب جهنم يعني ببعدها عنه سبعين سنة وبالتالي لا يسمع مثلا صوت الجنة ولا بيشوف نارها وهي يعني كيف شدت النار تاعتها وممكن ان الله سبحانه وتعالى ان ينجيه من عذاب جهنم عنا ايضا في نفس الصفحة اللي هي صفحة 89 الايام التي يستحب الصيام بها خلينا نذكرها واحد الايام البيض الايام البيض يا سادس ما انا كتب لكم اللي هي 13 و14 و15 من كل شهر قمري يعني بتذكروا بس فوق حكينا عن الاشهر القمري محرم وصفر وربيع الاول كل شهر من هاي الاشهر ل12 في كل شهر طبعا كل شهر فيها يا 29 يا 30 يوم الان في يوم 13 و14 و15 من كل شهر هجري قمري بتسموا هدول الايام البيض هاي الايام التي يستحب للمسلم ان يصوم بها حتى انه يكسب الاجر والثواب ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى ايضا من هاي الايام 6 ايام من شهر شوال الان شوال يأتي بعد شهر رمضان من يصوم رمضان ويتبعه 6 من شوال ايضا ينال الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وايضا من الايام اللي بيستحب فيها الصيام هي يوم عشورة رح تسألوني ما هو يوم عشورة هو اليوم الذي بكون عشرة محرم محرم هو اول شهر من الاشهر القمرية الان هو اول شهر من الاشهر القمرية فبكون عشرة محرم هذا يسمى يوم عشورة وهذا اليوم اذا بتتذكروا الفصل الاول بس اخذنا قصة موسى عليه السلام وكيف انظلم من فرعون فهذا اليوم الله سبحانه وتعالى نجى موسى عليه السلام من ظلم فرعون فيستحب للمسلم أن يصوم في هذا اليوم تقربا لله سبحانه وتعالى وأيضا صوم لاثنين والخميس من كل أسبوع في ناس بتصوم اثنين وخميس اثنين وخميس من كل أسبوع أيضا تقربا وطاعة وكسب للأجر من الله سبحانه وتعالى وأيضا من هاي الأيام التي يستحب فيها الصيام ويوم عرفة لغير الحاج يعني الحاج ما بصير يصوم بيوم عرفة مكروه تمام الآن يوم عرفة يا سادس اللي هو بكون تسعد الحج اللي هو اليوم اللي بكون قبل أول يوم من أيام عيد الأضحى واسمه يوم عرفة لأن الحجاج بوقفه على جبل وهما بيأدوا بالحاج على جبل يسمى جبل عرفة الآن ننتقل إلى صفحة تسعين الآن اللي في أتعلم هاي حفظ طبعا أنا كل أياتها كتبتلك إياها في المخطط اللي قبل فبتعرف لك الأيام البيض إيش هما ويوم عشوراء ويوم عرفة وفكر بحكيك ما سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم الآن يا سادس الأيام البيض حكينا اللي هي 13 و14 و15 من كل شهر قمري هجري الآن في هذول الثلاث أيام يا سادس بكون القمر بدر منور بكون إشعاع الإضاءة في السماء كتير كبيرة وبالتالي بتكون السماء بيضة فعشان هيك سماها الأيام البيض الآن روح على ثانيا اللي هي الأيام المنهي عن صيامها يعني لا يجوز للمسلم أن يصوم بها اللي هي أول شيء أول يوم عيد الفطر أول يوم عيد الفطر اللي هو بيجي العيد اللي بيجي بعد رمضان وأيضاً أول يوم عيد الأضحى ومش بس أول يوم عيد الأضحى وأيضاً أيام التشريق كلها إيش هي أيام التشريق اللي هي ثاني وثالث ورابع يوم من أيام عيد الأضحى يعني أربع أيام عيد الأضحى لا يجوز الصيام بها أما عيد الفطر بس أول يوم منهي عن الصيام فيه لكن بيصير أن نصوم ثاني يوم وثالث يوم عيد الفطر أو أيضاً أيام التشريق اللي هن حكينا لكم إياها اللي في أتعلم وأيضاً حكينا أنه يوم عرفة للحاج ليش ما بصير أنه الحاج يصوم يوم عرفة لأنه هذا الصيام يؤدي إلى تعب والمشقة للحاج وبالتالي مش رح يعرف يا سادس أنه يتعبد ربنا زي ما بده على أكمل وجه فمن رحمة الإسلام ومن رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده نهى عن أن يصوم الحاج في هذا اليوم حتى لا يهلك ولا يتعب ويؤدي العبادات على أكمل وجه النشاط الختامي طبعاً هو إعادة بيحكي لك كتب الأيام المستحب الصيام بها أنا كاتب لك إياها الأيام اللي بتحبي أنك تصومي فيها غير اللي أنا كاتبهم بصير أنك أنت تكتبيهم يا سادس الآن حل الأسئلة حلت لك إياها وإن شاء الله رح أصور لك إياهم على الجروب وأنت تنقليهم على الكتاب الآن بس حتى أوضح لك السؤال الثالث اللي هو اللوني الأيام اللي يستحب فيها الصيام أنا اللي حطلت لك عليهم إكس باللون الأحمر هذا منهي عنه في الصيام اللي حطلت لك دوائر أنتو حطي الأيام هاي بالألوان اللي بدك إياها أصفر أورنج عندك عندك أخضر والألوان الستة الموجودة عندك أنت بتلوني مثل ما بدك ويعطيكم العافية يا سادس